اشتركوا في القناة والسلام على الحبيب المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إنما غنمه المسلمون من شوكة ومفازة في بضر منقلبة ضدا على المسلمين بعد غزوة أحد فقد تحاملت بعض القبائل على المسلمين اعتقادا منهم ذهب ريحهم في أحد ففي السنة الثالثة للهجرة امطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا فكانت سرية أبي سلامة أولها في 150 مقاتلا ضد بني أسد كانوا يستعدون لغزو المدينة فباغثهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب المسلمون منهم إبلا وشاء وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين بدون حرب والثانية سرية عبيد الله بن أنيس في المحرم من سنة الرابعة لهجرة لأن هذيل تحشد الجمعة لحرب المسلمين فغاب أنيس سمانية عشرة ليلة ثم قدم برأس عدو الله قائدهم خالد بن سفيان الهذري فمنحه النبي صلى الله عليه وسلم عصى وقال هذه آية بيني وبينك يوم قيامه فأصى في وفاته أن تكون في أكفانه وأما ذكر يوم الرجيع فقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة من هون بن خزيمة وذكروا أن فيهم إسلاما وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام من يصحبهم ليعلمهم الدين ويقرئهم القرآن قال ابن أصحاب فبعت النبي صلى الله عليه وسلم ستتان وأمر عليهم مرتد بن أبي مرتد الغنوي فلما وصلوا بهم إلى الرجيع قاموا بغذرهم وقتلوهم فنزلت في غذر هؤلاء ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاب وإذا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرثة والنسل والله لا يحب الفساد وفي الشهر نفسه وقعت مأساة أخرى أشد وأفضع من يوم الرجيع التي تعرف ببيئ المعونة على أصل أربعة أشهر من أحد قال ابن إسحاق قدم أبو براء عامر بن ملك ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله وسلم المدينة فعرض عليه رسول الله صلى الله وسلم الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام وقال يا محمد لو بعثت رجال من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمريك أرجو أن يستجيبوا لك فقال رسول الله صلى الله وسلم إني أخشى عليهم أهل نجد قال أبو براء أنا لهم جار فبعتهم فليدعوا الناس إلى أمريك فبعت رسول الله صلى الله وسلم المنذر بن عمر في أربعين رجلا من أصحابه من خيار مسلمين فساروا حتى نزلوا بإرمعوناه فغذروا بهم قبائل من بني سليم عصية وارع الوذكوان فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوهم بهم في رحالهم فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم من عند آخرهم يرحمون الله فمكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط يدعو عليهم ثلاثنا يوما على عصية وارع الوذكوان أيها الإخوة لم يكن بناء الدولة الإسلامية بالأمر اليسير فقد أبل الصحابة رضو الله عليهم البلاء الحسن في نشر هذا الدين المجيد بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي متابعتنا كما ترون للسيرة النبوية بذل هجرة خصوصا ونحن نشهد استمرار المؤمنين في تثبيت ركائز الدولة الإسلامية والذوذي عن المدينة المنورة ثم يأتي الحديث عن أمر إجلاء بني النذير قالوا لإصحاب ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النذير يستعينوا في ذية قاتلين من بني عامر وكان بين بني النذير وبني عامر عقد وحلف فلما أتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم قالوا نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد فقالوا فمن رجل يعلو هذا البيت فيلقي عليه سخرة فيريحن منه فانتذب لذلك عامر بن جحش وهو أحدهم فقال أنا لذلك فصعد ليلقي عليه سخرة كما قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أرض القوم فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت من الغذر وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتهيئ لحربهم والصير إليهم لأنهم نقضوا عهد والميتاق فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فتحصنوا منه في الحصون فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بقطع الناخير والتحريق فيها فعابت اليهود ذلك فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وقدف الله تبارك وتعالى في قلوب اليهود الرعب وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت إبل من أموالهم إلا سلاح فاستسلاموا وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ما أفاء الله على رسوله منهم وقال الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا فنزلت صف الحشر كامية بإحكام تفصيلية في إجلاء بين نادير ذكر ابن إصحاق كعب بن مالك في شعيه وهو ينشد قائلا لقد خزيت بغدرتها الحبور كذلك الدهر ذو صرف يذور فلما أشربوا غدرا وكفرا وحاد بهم عن حق النفور فتلك من النذير بذالي سوء أبارهم بما اجترموا المبير فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفاء الله له على المهاجرين الأولين الخاصة وأعطى أبا دوجان لفقره وكانوا ينفقوا منها صلى الله عليه وسلم على أهله نفقة سنة والحمد لله رب العالمين